اشتركوا في القناة القمر اليوم موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم والأعمال الأورام الدمامل خراج الأشياء هاي وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر الظهر اليوم السبت ثلاثة وعشرين سبعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر الآن موجود في برج الثور لغاية صباح يوم السبت وبظل تأثيرات أنه منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار ويمكننا شراء أو استعجار أو بيع عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة تلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زاوية ما بين القمر وبين نبتون هي زاوية تزديس إيجابية ذكرناها يوم أمس هي الآن يعني في مساء يوم الجمعة اللي هو ساعة 7.44 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتتشكل هاي الزاوية هي مستمرة لساعة صباح يوم السبت هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ما قبل خلو المسار هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين بلوتو فتأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات صباح يوم السبت هي زاوية هاي ساعة 11.44 دقيقة مساء قبل منتصف الليل بخمستاشر دقيقة تقريبا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من مساء الليلة اللي هي موعد بث الحلقة اللي هي ليلة الجمعة على السبت الساعة 11.44 دقيقة مساء ورح يستمر خلو المسار حتى الساعة 5.10 دقائق صباحا من صباح اليوم السبت هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 15 دقائق صباحا القمر خلاص بيستقر في برج الجوزاء وبيبلش يشكل أول زوايا لإله وفي آي الفترة طبعا تثيره على جميع الأبراج إنه مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من الرسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لقى جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي زاوية تاثيراتها من اليوم 23 سبعة ولغاية 27 سبعة هي ذروتها يوم 25 سبعة في تمام ساعة 16 دقيقة صباحا هذه زاوية بما أنها سلبية فهي بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو طبعا هاي زاوية مائلها ذروة يعني هي راح تتشكل تعطي تأثيراتها وتأثيراتها طويلة يعني من اليوم 23 سبعة ولغاية يوم 2 تسعة هاي بتسبب عودة وضعية قد تدعم وضعك يعني إشي بيدعم وضعك برجع بظهر على الساحة بيأثر علينا بشكل إيجابي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي تأثيراتها لآخر يوم اليوم اللي هو 23 سبعة طبعا هي اللي بتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما دوليا فبالثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل مع بين القمر والكواكب الأخرى طبعا في زاوية بطيئة برضو ذروتها اليوم أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين الشمس يعني القمر أصبح ينحصر هلال بشكل واضح الزاوية هاي رح تتشكل الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بداية زاوية تثليث الإيجابي بين عطارد وبين المشتري اللي يوم أمس مساء كانت ذروتها أو كانت تشكلت طبعا اليوم ذروتها الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة مساء وعادة عند حدود هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة عشر وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ابنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا وما نحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ابنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعات صباح يوم السبت بإضافة أن نقاط الضعف العنق الحنجرة الحبال الصوتية القد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم من ساعات الصباح وما بعد الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار الجهاز العصبي يعني بمعنى آخر وبرضو الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدولة أكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية بالفترة هاي ونبعد عن إجراء أي عمليات جراحية لهاي الأعضاء بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما زالت الأجواء مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن يعني يصلح لازالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الجوزاء فخلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين يوم خمسة وعشرين سبعة في تمام الساعة ثمانية وأربعة عشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة مساءا ليستقر القمر بعديها في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربعة وعشرين يوم في تمام الساعة عشر أو ستعشر دقيقة مساءا بيصبح خمسة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة مية في المية القمر في الثور بدو ينتقل للجوزاء ورح يمكث في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين سبعة سعيد الآن بنسبة عشر في المية في ساعة الظهر بترتفع نسبة السعادة لخمسة واربعين في المية عطارد في الأسد حتى يوم أربعة ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11-8 طبعا هي الآن منتحسة بنسبة 15% ولكن في ساعات الصباح بتصغير سعيدة بنسبة 10% المريخ في الثورة حتى يوم 20-8 منتحس بنسبة 25% المشتري في الحمل حتى يوم 28-7 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% ورنس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% إبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا لللمحة الأسبوعية برج الحمل من الآن ولغاية ساعات الصباح صباح اليوم السبت القمر موجود في برج الثور يعني في بيتك الثاني فعشان هي ما زالت الأجواب تحمل معها فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وبرضو ممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي وزيادة في المصاريف وصرف الأموال أما بالنسبة من ساعات الصباح طبعا صباح السبت على الأحد على يوم الاثنين يعني من صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين القمر بيصير موجود بالجوزاء اللي هو البيت الثالث لا لكم فبتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات وبتصير فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معاك اتفهم الآخرين ويبقى هادئ وحاول أنك ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل يكرر المحاولات السابقة ومن تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم لا جوة إيجابية في هذه الأيام فلازم تستغلها أما من يوم الثلاثة ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بيصير في السرطان اللي هو البيت الرابع لأيكم فهنا بتتركز الاهتمامات كلها على البيت على العائلة على المناسبات العائلية الأحداث العائلية أعطال أو ترتيبات أو تصليحات لها علاقة بالمنزل الأجواء شوي ممكن يكون فيها بعض الضغوطات أو الاهتمام بصحة أو حدث بتعلق بأحد أفراد العائلة من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بيصير في البيت الخامس وهنا الأجواء عاطفية والحضوط قوية جدا هنا ترغب بالتقرب من أحبائك بشكل قوي الحظ بيدعمك في كثير من المجالات حتى في مجال التجميل والتغيير ممارسة هواية التقرب من الأبناء والأحبة الأجواء بتدعمك بشكل جيد بهاي الأيام فبرضو لازم تستغلها بشكل جيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور من الآن حتى ساعات الصباح القمر موجود في البيت الأول مثل اليومين اللي مضوا فبتظل ثقتكم بأنفسكم أكبر اليوم من الأيام الماضية وبعمكم نشاط كبير وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي أما من صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين القمر بصير موجود بالجوزاء فهاي فترة بتحمل معاها فرص مالية ممكن تكون مفاجئة لإلك أو تدخل تحسين على ميزانيتكم تنشط بالاتصالات والزيارات ممكن تهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتحرك وتتشجع ما تتردد ممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية تطلب توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية أما من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير بالسرطان اللي هو البيت الثالث لألكم فهنا بتنشطوا بالحركة والاتصالات والنقاشات الحوارات قدرة الإقناع عندكم عالية اللي عندهم امتحان أو عندهم مقابلة رح يبدعوا في خلال هذا اليوم في منك رح يهتم بموضيع العلاقة بالسفر أو إلها علاقة بالسيارات والأجهزة الإلكترونية الأجواء بتكون جيدة وداعمة بعضك رح يهتم بأحد الإخوي أو بأحد الجيران من صباح اليوم يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت هنا القمر بصير موجود بالأسد البيت الرابع لألكم فهنا الإهتمام بصير إلو علاقة بالبيت والعائلة بالعقارات باستجار البيت بأمور إلها علاقة بالصيانة بترتيبات بحدث بلقاء بمناسبة يعني كلها إلها علاقة بالبيت والعائلة أهم الشيء ضبط الأعصاب وتبعدوا عن المشاكل لأنه بتكون حد شوي وطباعك برضو بتكون متقلبة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء من الآن وحتى ساعات صباح اليوم السبت القمر موجود بالثور اللي هو بيتك 12 فعشان هيك بتضل الفترة هاي بتتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا انكم تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وحاولوا انكم ما تتخذوا أي قرارات حاسمة من صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين القمر بصير موجود عندكم في الجوزاء في البيت الأول فبتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط بإمكانكم كنتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بيجعل هاي الفترة فترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو لبذل الجهود من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم هاي فترة تعتبر من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما حاول انك تأخذ المبادرة وحاول انك تكون شجع أما من يوم الثلاثة ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير في البيت الثاني اللي له علاقة بالمال فبتكثر هنا اهتماماتكم أو التركيز على الوضع المالي من تحصيل وترتيب ومكاسب استرداد هدايا هبات دعم أو إلك حقوق بتحاول انك تستردها الفترة هاي ممتازة جدا على المستوى المالي ولكن في هاي الفترة ممكن يكون في قلق على فوتير أو على دفعات شوي بتأثر عليك بشكل سلبي عشان هيك حاول قدر الامكان انك انت تبعد عن المصاريب لزيادة أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القادم القمر بصير موجود بالأسد البيت الثالث لألكم فهنا بتنشطوه على مستوى النقاشات الحوارات الاتصالات السفريات القصيرة السيارات الأجهزة الإلكترونية الامتحانات المدرسية وبرضو المقابلات عندك قدرة على الإقناع قوية جدا سرعة بديهة عالية جدا بإمكانك انك تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم سرعة البديهة زي ما حكينا بتنقذك من كثير مواقب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى صباح اليوم السبت القمر موجود في بيتكم 11 فهنا بتسعدهم اللقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته في منك ورح يكون عنده مناسبة أو دعوة أو لقاء أو احتفال طبعا هاي الأمور بتضل لغاية ساعات صباح يوم السبت اللي هو اليوم ويوم الأحد ويوم الأثنين القمر بصير موجود بالجوزاء اللي هو بيتك 12 بيت المتاعب أنه رح ينتقل في ساعات الصباح القمر ويمكن هدول اليومين ونص تقريبا فهاي الأيام بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون المبالغة أو إهمال صحتكم لا ترهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان لا تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمل أما من يوم الثلاثة ويوم الأربعة وحتى صباح يوم الخميس فهنا القمر رح يوصل لعندكم للسرطان لبيتكم الأول فهنا بتنشطوا وطاقتكم بتصير بأوجها وهاي تعتبر أسعد أيام الشهر اللي ممكن تستردوا فيها أو تعودوا الأيام الماضية والأحداث اللي صارت في الأيام الماضية الطاقة عالية جدا حيويتكم عالية جدا رغبتكم بالتقرب من أحباكم بتكون ممتازة أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير بالأسد البيت الثاني لألكم فهنا التركيز بصير على الوضع المالي ما بين أموال ممكن تيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم إلك حقوق مثلا في منكم ممكن يحصل على هدية أو على دعم معين الأجواء إيجابية على المستوى المالي ولكن ممكن تظهر بعض المصاريف لزيادة حاول قدر الإمكان أنك تقلل من مصاريفك اللي ما إلها داعي برج برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم أو الآن الموعد بث الحلقة القمر ما زال موجود بالثور اللي هو بيتك العاشر وهذا يوم مناسب زي ما حكينا للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسع كوثبات جدارتكم أمام المسؤولين ولكن المهم أنك تحفظوا على سمعتكم لغاية ساعات الصباح أما من ساعات صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين القمر بصير موجود بالجوزاء اللي هو بيتكم 11 فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات حاول أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم وتعيد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتطلق مع طموحاتك أما من يوم الثلاثة ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس هنا القمر رح ينتقل لبيت المتاعب اللي هو لبرج السرطان بيتك 12 فهي الأيام بدك تحذر فيها تماما أيام مخيب الآمال طاقتك ضعيف جدا سهل استفزازك حاول أنك ما تختخذ أي قرار في هاي الأيام وحاول قدر الإمكان ضبط الأعصاب ومراقبة صحتك لأنه بيت المتاعب بيعط الأمور أو بلغي بعض الأمور أو بصير فيها سوء تفاهم أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير موجود بالأسد البيت الأول للكم فهنا هاي الأيام اللي بتعود ما سبقها من أيام ضاغط هنا الأيام إيجابية وداعمة نفسيتك بتتحسن طاقتك بتصير بأوجها قدرتك على إنجاز الأمور المهمة برضو بتصير كامل حيويتها عشان هيك هاي أيام مناسبة وبإمكانك أنك تحصل منها كتير من الأمور برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن ولا حتى ساعات صباح اليوم السبت القمر ما زال موجود في برج الثور بيتك التاسع فهنا ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحه بالسفر والاتصالات البعيدة العلاقة مع الأجانب أو يجيكم خبر عن شخص خارج البلاد تزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم أما من صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين القمر بيصير موجود بالجوزاء اللي هو بيتك العاشر فالأجواء بتصير مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم شيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام فيه نوع من أنواع الصعوب لأنه يعتبر هذا بيت السمعة فبدك تحاول أنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين أما من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بيصير موجود بالسرطان اللي هو بيتك 11 فهنا هذا بيت العلاقات الاجتماعية فرح تنشطه اجتماعيا من اللقاء الأصدقاء أو يتوجه الكدعوي لحضور حفل أو مناسبة أو اتصال من صديق بشكل مفاجئ ممكن تعاون ما بينك وبين بعض الأصدقاء لحل مشكلة أو تجاوز مشكلة معينة الأجواء تقريبا مرحة أو إيجابية بتقدر تتواصل من خلال علاقاتك الاجتماعية ممكن تحصل كثير من المكاسب أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت القادم فهدول الأيام بدك تحذر بشكل كبير لأنه القمر هنا رح ينتقل للأسد اللي هو بيتك 12 بيت المتاعب فضبط الأعصاب مطلوب حاول أنك ما تتخذ في خلال هذه الأيام قرارات اتوقع أنه أي شيء يلغى أو أنه ما تتم أعمالك فيها فحاول ضبط أعصابك قدر الإمكان الأهم أنك ما تتخذ قرارات وتحمي نفسك وتحمي صحتك وتحافظ على سلوكك من بعض التهورات برج الميزان من الآن ولا حتى ساعات الصباح صباح يوم السبت طبعا القمر موجود في البيت الثامن فبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي إلى وصلها بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية من ساعات صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين القمر رح ينتقل للبيت التاسع اللي هو برج الجوزاء اللي هو أساسا هذا بيت السفر والاتصالات والمواصلات بصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات وبتزداد رابطكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير ممتازة بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاك وبتحمل سفر محتمل لبعض موليد برج الميزان أما من يوم الثلاثة ويوم الأربعة وحتى صباح يوم الخميس القمر بده ينتقل للسرطان لغا البيت العاشر ليلك بيت السمعة وبيت العمل والعلاقات الاجتماعية فهنا هاي الفترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم مع المسؤولين أهم إشي بالفترة هاي أنكوا تحفظوا على سمعتكم ما تخالفوا القوانين ما تجازفوا ما تغامروا ما تدخلوا بأي مواجهات في مكان عملكم يعني حفاظا على سمعتكم من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القادم القمر بيصير موجود بالأسد اللي هو البيت 11 اللي له علاقة بالعلاقات الاجتماعية فهنا بتنشطوا بالعلاقات الاجتماعية كدعوات حفلات مناسبات بيتوجه لكوا دعوة لقاء بعض الأصدقاء أو اتصال بعض الأصدقاء فيكم في خلال هاي الفترة بنصحكوا بالتحرك بالعلاقات لأنه من خلال العلاقات بتحققوا مكاسب المكاسب هاي بتكون لصالحكم الأهم عدم فرض السلطة أو السيطرة على الأصدقاء وانتبهوا من بعض المشاحنات مع الأصدقاء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من اليوم وحتى من الآن يعني وحتى ساعات صباح اليوم السبت القمر موجود في برج الثور مقابلكم تماما فعشان هيك هاي الفترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن زي ما حكينا أنه القمر مقابلكم هذا شوي بيضغط عليكم بيستنزفكم بيخليكم عصبيين أو حساسين الزيادة عن اللزوم ضبط الأعصاب مطلوب من ساعة صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين القمر بصير موجود بالجوزاء له البيت الثامن لالكم فهنا بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى وصلة بشراكة أو تعويب ولكن صحتكم أو صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك براحة شيخوختك تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور أهم شي أنك تقدم التنازلات وبرضو الفترة هاي للي بدهم يتراجعوا عن قرار أو عن خطوة فهي فترة ممتازة لهي الأمور وممكن تتراجع عن قرارات سببت لك إزعاج أو عدوات بالفترة الماضية أما من يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود في برج السرطان اللي هو البيت التاسع لالكم في هاي الفترة بتنشطوا بالسفر لبعيد الاتصالات البعيدة امتحانات جامعية أوراق قانونية معاملات هجرة قضايا قضائية حتى بالدراسة مناقشة رسالة مثلا الفترة هاي ممتازة جدا ودعم لإلكم بقوة على كل المجالات اللي أنا ذكرتها حتى الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بيستفيدوا بشكل قوي وتعزيز علاقاتكم العاطفية برضو ممتازة أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير موجود بالأسد اللي هو البيت العاشر لإلكم بيت السمعة فهو أنا بتكون تحافظوا على سمعتكم ما في داعي للمجازفات أو المغامرات أو مخالفة القوانين الفترة هاي جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أو مع معارفهم في هذه الفترة زي ما حكينا حاولوا إنكم ما تشوهوا سمعتكم لأنها فترة حساسة شوي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن وحتى ساعات صباح اليوم السبت القمر موجود في برج الثور البيت السادس لإلكم رغم تراكم العمل إلا أنه أنت عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم ولكن بتكون نظموا جدول العمل نظموا جدول غذاكم وخذوا قصد كافي من الراحة وانتبهوا برضو لصحتكم من ساعة الصباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين القمر بصير موجود بالجوزاء مقابلكم تماما فهذه فترة بدوا ذات شقين الشق الأول إيجابية والشق الثاني سلبي أما بالنسبة أما بالنسبة للإيجابية فهي فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء شراكة مالية شراكة عاطفية بين الأزواج الشق الثاني الآن اللي هي التحذيرات فبدكوا تحذروا من الإنفعالات لأنه بما أن القمر موجود مقابلكم تماما فطاقتكم بتكون ضعيفة في أي الفترة بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها إذا فقدت السيطرة على أصابك الجو متوتر ممكن تظهر هاي الفترة بعض المشاكل الطارئة فبدك تحاول أنك تكون صبور وما تتدمر لأنها الفترة هاي خالية من الحض أما بالنسبة ليوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر بتحرك درجة من المقابل فبصير في البيت الثامن بيت الثامن يعني بيت الأموال المشتركة هنا الاهتمام بصير بالديون بصير بالبنك ضريبة تأمين فواتير ميراث أموال قديمة بتحاول تحصلها أموال الشريك يعني كلها إلها علاقة بلا أموال تفتح مجالات للمكاسب المالية أو ترتيب وضع مالي ولكن بهاي الفترة لا تكفل حد ولا تضمن حد لأنه اللي بتدينه صعب أنك تحصل منه فلوسك من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر بصير موجود في الأسد اللي هو البيت التاسع لألكم فهنا بتنشطوا بالسفر البعيد والعلاقة مع الأجانب الامتحانات القضايا القضائية الأمور اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية والمعاملات وحتى أمور الهجرة واللي بدهم يقدموا طلبات للهجرة هذه فترة مناسبة لهاي الأمور سرعة البديهة عندكم قوية جدا وحبكم للأمور الدينية والفلسفية والنقاشات والحوارات بتكون ظاهرة بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن وحتى ساعات صباح اليوم السبت القمر موجود بالثور اللي هو البيت الخامس لإلكم فهذا اليوم ترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بربو بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو تعزيز العلاقة مع الأبناء طبعا هذا الأمر بظل جيد لغاية ساعات الصباح من ساعات صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين القمر بصير بالجوزاء البيت السادس لإلكم فرغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز حصة الأسد من هاي الأعمال أهم شأنك تنظموا جدوى الغذاء كم تأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر تنتبهوا لصحتكم ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية يعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح وزي ما حكينا بدك تراقب وضعك الصح إذا شعرت بشيء غير اعتيادي بدك تراجع طبيبك ما في شيء بخوف يعني على جميع موليد البرج ولكن على البعض منكم وبرضو هاي بتعمل نوع من أنواع القلق في المجال المهني أما بالنسبة ليوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحتى صباح يوم الخميس القمر هنا بصير مقابلك تماما في البيت السابع فهنا بصير في فقد للطاقة رغم أنها الفترة جيدة لتعزيز العلاقة مع الشركاء سواء شركاء المال شركاء العاطفي بينكو بين الأزواج مصالحات إعادة بعض الأمور أو التنازلات للتقارب فهي فترة مناسبة حتى للاتفاقات فهي فترة جيدة ولكن في هاي الفترة أنت حساس جدا سهل استفزازك وهذا الشيء ممكن يوقعك في ورطة أنت بغناء عنها عشان هي ضبط الأعصاب مطلوب وتبعد عن الخلافات قدر الإمكان لأنه أنت الحلقة الأضعاف أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت فهنا بتحرك القمر الدرجة للبيت الثامن اللي هو برج الأسد اللي إلو علاقة بالأموال المشتركة فهنا بتنشطوا في عمليات مالية العلاقة بفواتير مال الزوج أو قرب بنك ضريبة تأمين ميرات الأمور هاي أو إلك أموال بتحاول أنك تحصلها فعشان هيك حاول أنك بالفترة هاي تستغل الأمور المالية بشكل جيد ولكن ابعد عن الكفالة أو عن ضمانة أي شخص أو أنك تداين أي شخص إلو علاقة بالفلوس في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية العائلية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعات صباح اليوم السبت القمر موجود بالثور في البيت الرابع لأيكم فبضل التركيز مثل الأيام الماضية على البيت والعائلة بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية بعض المسائل العائلية هي اللي بتلفت انتباهك أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت مثل تصليحات أو ترميمات أو مشكلة معينة بتحاول تحلها في ساعات الصباح الأجواء بتتغير تماما لأنه في ساعات الصباح صباح يوم السبت ويوم الأحد ويوم الأثنين القمر بصير بالجوزاء اللي هو البيت الخامس لإلكم فهنا الحظ بيلعب دور كبير والعاطف بتلعب دور كبير فخلال هاي الأيام بترغبوا في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شيء أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات بترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو أمور جديدة مثلا أو بتميلوا للسفر أو حتى ممارسة هواي معينة أو المشاركة في رحلة عمل لأجواء رومانسية وفيها نجاح وممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة أما يوم الثلاثة ويوم الأربعة وحتى صباح يوم الخميس القمر بينتقل درجة إلى برج السرطان اللي هو البيت السادس لألكم فهنا التركيز بصير على العمل علاقاتكم بزملائكم بالعمل إنجاز بعض العمال ممكن تعمل لساعات إضافية يتراكم العمل ما تقدر تنجزه بالكامل وبرضو بدك تهتم بأمورك وشؤونك الصحية من بعض التقلبات أو الإرهاق أو التعب إن شعرت بشيء أو طاقتك نزلت يعني إذا بحاجة لمراجعة الطبيب فراجع الطبيب ما فيه أي مشاكل ولكن هي للإحتياطات أهم شيء زي ما حكينا تنتبهوا على عملكم تنتبهوا لصحتكم من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ولغاية يوم السبت القادم الخمر بصير موجود في الأسد اللي هو البيت السابع لإلكم فهنا طاقتكم بتنزل رغم إنه عندك قدرة لتعزيز شركاتكم وتعزيز العلاقة مع شركاتكم سواء المال أو العاطفة أو المصالحات إلا إنه سهل استفزازك وعصبيتك بتكون في أوجهة بدك تضبط عصابك ما في داعي للإنفعال والتهور بالفترة هاي لأنه عدوك أو الشخص المقابلك بيكون أقوى منك لأنه طاقتك أنت الضعيفة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن ولغاية ساعات صباح اليوم السبت القمر ما زال موجود في البيت الثالث عشان هيك نشاط عالي جدا وبتنشطه برضو بالدراسة والسفر والاتصالات وبتضل الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو تعزيز العلاقة أو التعامل مع الإخوة مع الجيران وبالضل فترة جيدة للامتحانات ممتازة جدا وسرعة البديهة بالضل ممتازة لغاية ساعات الصباح من ساعات صباح اليوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين القمر بنتقل وبصير بالجوزاء اللي هو البيت الوابع لإلكم فهنا بوسعك إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم شي إنكم تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم حاولوا أنكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج اسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها فترة إيجابية على المستوى العائلي إذا استغلتها بشكل إيجابي ولكن إن ظهرت بعض المشاكل وانفعلت معناته فترة رح تصير ضاغطة عليه أما يوم الثلاثة ويوم الأربعة وحتى صباح يوم الخميس القمر بصير موجود بالسرطان اللي هو البيت الخامس لإلكم فهذه فترة ممتازة جدا عاطفيا وماليا وحضوض قوية فيها وفترة ممتازة لممارسة هواية أو حتى الترفيه عن النفس والتجميل الفترة جيدة بتقدروا تتقاربوا مع الأحبة أو المصالحة أو بعض مواليد برج الحوت ممكن يعزز العلاقة بينه وبين الحبيب والأمور الأخرى كلها جيدة فترة تعتبر الحظ بيكون بأوجه فلازم تستغلوها بشكل قوي أما من صباح يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت القمر هنا بنتقل برج الأسد اللي هو البيت السادس لا لكم فالتركيز هنا بصير على العمل اللي ممكن تعمل لساعات طويلة اللي تنجز بعض الأعمال ويتراكم العمل عندك أو تجد صعوبة في إنجاز بعض الأعمال اللي عندك أو بعض الخلافات ما بينك وبين زملائك بالعمل فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي للانفعال ما في داعي للتحكم بالزملاء ما تكون حساس زيادة عن اللزوم وبدك تنتبه لصحتك بشكل خاص ما في شيء بيخوف ولكن اللي عندهم أو بشعر بأعراض غير اعتيادية بيراجعوا الطبيب بالفترة هاي ما يهملوا أدويتهم وما يهملوا راحتهم وأعمالهم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا أو لمحتنا لهذا الأسبوع ومنرجع ومنحكي هاي توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد من لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء